هذه أبرز العناوين المؤدافع الدولي المغربي نيف أكرد يرفض عرضا كبيرا من الدورية الألمانية ويفضل البقاء في ويسهام رسميا النجم المغربي بلا الخنوس يقترب من الاندمام إلى علاقة الدولية الإجليزي بصفقة كبيرة في هذا الموسم على الفحوصات الطبية تحدد مصير الدولي المغربي عبدالرزق حمد الله في المشاركة في المباراة الجولة الثانية مع فريقه في دوري روشن رسميا نادي مامينودي سوندوز الجنوب الإفريقي يعلن رحيل نجمه المغربي عبدالمنع بطويلة هذا الصيف قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل ررس باشوصلك دائما أخبار المغرب كشفت التقارير الإعلامية الإنجليزية أن الدولي المغربين في أكراد ورغم الوضع الصعب الذي يعيشه داخل نادي ويسهام يونيتد رفض عرضا للعب في صفوف نادي فورسبورغ الألماني على سبيل الإعارة ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن أكراد رفض عرضا للعب في البونديسليغا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون ذكر اسم الفريق الذي قدم العرض حسب المصدر ذاته فإن العرض الذي قدم لنيف أكراد هو الانتقال إلى النادي الألماني للموسم واحدة على سبيل الإعارة مع تضمين العقد بند أحقية شراء من جاهتها كشفت صحيفة فوتميركات الفرنسية أن الأمر يتعلق بنادي فورسبورغ الألماني لكن خريج أكاديمية محمد السادس رفض العرض والجدير بالذكر أن المدافع المغربين في أكراد غبى عن ورقة مباراة فريقه ويست هام يونيتز الإنجليزية أمام أسطون فيلا وكريستال بالاس لحساب الجولة الأولى والثانية للدورية الإنجليزية المتازة توصلت إدارة الاسترسيت الإنجليزية لاتفاق مع الدولي المغربي بلال الخنوس متوسط ميدان نادي جينيك البلجيكي قبل إستدار الستار عن فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحسب المصادر المطلعة فإن نادي الاسترسيت الإنجليزي لكرة القدم وضع عرضا أوليا عن طاولة نادي جينيك لحسم صفقة النجم المغربي بلال الخنوس المتوج بالميدالية البرونزية في أولمبيا دي باريس مع المنتخبة المغربية الأولمبي لكن مسؤولي الفريق البلجيكي رفض العرض راغبين في مبلغ أكبر من أجل تصريحها أوضح المصدر نفسه أن الاتصالات جديدة جمعت مسؤولي نادي الاسترسيت الإنجليزي بنضرائهم في جينيك البلجيكي وتم تحسين العرض الإنجليزي إذ بلغ حوالي 18 مليون يورو ومليون يورو كإضافات للتعاقد مع الدولي المغربي بلالخنوس عشارت المصادر إلى أن إدارة نادي جينيك تصعى لجلب عرض أكبر من الذي قدمه الثعالب كما أن الجانب البلجيكي لم يقدم المفاوضات بالطريقة التي يرغب بها اللعب المغربي ما أغضب بلالخنوس ووكيل أعمالها حيث أفدت المصادر الإعلامية البلجيكية أن بلالخنوس تنتبه رغبة كبيرة في خوض تجربة جديدة بالدورية الإنجليزية الممتازة من بوابة نادي الاسترسيت الإنجليزية ويخشى أن يفشل الصفقة بسبب شروط المالي الكبير لنادي جينيك البلجيكي كما حدث مع مواطنه وزميله في الفريق زكرياء الوحدي المطلوب في نادي بنفك البرتغالي الذي تعطرت المفاوضات بشأنه في كل مرة بسبب المطالب النادي البلجيكي الكبير ينشار إلى أن بلالخنوس صاحب العشرون سنة يرتبط بعقد مع نادي جينيك يمتد إلى غاية التلاتون يونيو من سنة 2027 ويعد من بين أبرز المواهب الصعيدة في الدورية البلجيكية لكنه يواجه صعوبة في الانضمام إلى نادي الاسترسيت الإنجليزي بسبب تشبت النادي بمطالبه المالي الكبير مما دفعه لمقاطعة التدريب الفريق في بلجيكا من المرتقبي يجري الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله فحوصة طبية دقيقة لتحديد مصير مشاركته مع ناديه اليديد الشباب السعودي في الجولة التالية من دور رشن السعودي للمحترفين أمام الخليج وأول مباراة له بقميس الشباب حسب الصحيفة الرياضية السعودية فإن المهاجمة الدولية المغرب عبد الرزق حمد الله سوف يجري فحوصة طبية حاسمة اليوم لتحديد مدى إمكانية عودته إلى الميدان الخميس المقبل في مواجهة الخليج بعدما فرضت الإصابة العضلية غيابه عن مباراة الجولة الأولى أمام الاتفاق وفي أول مباراته مع نادي الشباب حيث ينضم إليه في هذا الصحيفة كانت التقارير السابقة تحدثت عن غياب الدولية المغربية عبد الرزق حمد الله إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل في انتظار الكشف عن مدى تجاوبه مع العلاج وما إذا كان يستطيع العودة بشكل أسرع للمشاركة في المباراة الشباب المقبلة يسعى عبد الرزق حمد الله إلى ترك بصمة الهجومية المعهودة في ناديه الجديد الشباب بعد تألقه سابقا بقميص النصر والاتحاد السعوديين أعلن نادي ماميلودي صندونزا الجنوب الإفريقية عشية أمس الاثنين عن رحيل لاعبه الدولي المغربي عبد المنع بطويل نجح اللاعب المذكور عبد المنع بطويل في فسخ عقده مع نادي الجنوب الإفريقي ماميلودي صندونزا تمهيدا لتوقيعه في كشفات الفريق الويداد الرياضي في هذا الموسم الجديد من المنتظر أن يحل بطويل عبد المنع بطويل نهاية الوسبوع الجاري بالمغرب للتوقيع في كشفات نادي الويداد الرياضي على عقد يمتد لموسمين في صفقة الانتقال الحرة كان نادي الويداد الرياضي قد منى النفس من أجل ضم عبد المنع بطويل للانضمام إلى صفوفه في هذا الصيف من أجل تدعيم تركيبة الفريق الأحمر الدفاعي وسيصل عبد المنع بطويل نهاية الأسبوع الجاري إلى المغرب من أجل تمهيد التحاقه بصفوف الويداد الرياضي علمت المصاد أن بطويل سيوقع بشكل رسمي في كشفات الفريق الأحمر عقد يمتد لموسمين ويشار إلى أن عبد المنع بطويل انتقال رسميا إلى صفوف نادي الجنوب الأفريقي سيف سنة 2023 بعقد يمتد لثلاثة موسمين